كلنا قرينا على سوشال ميديا وقرينا على المواقع الرياضية وبعض الزمة للعالميين والصحفيين كتبوا أن النادي الأهلي يفاوض أحمد فتحي للتجديد بمبلغ كذا 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 طيب أولا ده أحمد فتحي مجدد من الموسم أو من بداية الموسم الحالي لعقد مدته سنتين يعني أحمد فتحي عقده بينتهي في نهاية الموسم القادم وليس نهاية الموسم الحالي يعني نحن لسه بنتكلم على أحمد فتحي قدامه نهاية الموسم الحالي والموسم القادم وبالتالي كل الكلام ده عاري تماما من الصحة أحمد فتحي هو لاعب النادي الأهلي أحمد فتحي هيختم حياته في النادي الأهلي أحمد فتحي عارف أن كل الكلام ده بيثار لأسباب كلنا عارفنا تاني هقول لحضراتكم أي خبر بيتم كتابته بشكل مفبرك بشكل علشان يزعزع الاستقرار ويزعزع كل الأمور الخاصة بالنادي الأهلي جمهور الأهلي واعي جمهور الأهلي كبير جمهور الأهلي مش هيعرف أنه ينصق وراء الإشعاعات جمهور النادي الأهلي علشان لو حضراتكم أو لو أصحاب الأخبار اللي بتكتب عايزين أن هم يعني يعملوا ترافيك على المواقع أو يعني يبقى فيه شير على الفيسبوك من صفحات معينة علشان خاطر ياخدوا نسبة شير عالية الكلام ده مش هيحصل جمهور الأهلي أصلا بيلاقي خبر زي ده مش بيخش عليه مش بيقرأ يعني ما احترامي لحضراتكم وما احترامي لكل السادة المشاهدين اللي بتفرجوا علينا واللي بيتابعونا واللي هتابعونا في الاعادة واللي تابعونا من خلال السوشيال ميديا الأخبار اللي بتقال مش من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي أو مش من خلال قناة النادي الأهلي كلها أخبار عارية تماما من الصحة أخبار الهدف الرئيسي منها وزعزعت الاستقرار للنادي الأهلي علشان النادي الأهلي بقى المركز الأول النادي الأهلي قرب من بطولة الدوري العام يعني أكيد المنافسة شيء محترم جدا لكن المنافسة جوة الملعب هي دي اللي احنا كلنا بنسع عليها لكن المنافسة خارج الملعب والمنافسة في الأخبار والمنافسة في أن نحاول نعمل فتنة بين اللعيبة وبين الإدارة وبين الجمهور وما بين وما بين وما بين علشان الجمهورية تقول أحمد فتحي مش عايز يجدد للأهل أحمد فتحي مش عايز يكون موجود في الناد الأهلي أحمد فتحي أهلاوي جدا أحمد فتحي محب للناد الأهلي أحمد فتحي يعني عارفين هو جدد للأهلي أحمد فتحي دايما ما بيتكلمش في أي أمور مادية أحمد فاتحي ناد الأهلي بيقدروا بشكل كويس جدا واللي هيطلع يقول إن أحمد فاتحي قال وتشارط وقال كل الكلام ده اللي يقول يقول إحنا عارفين الأخبار دي مصادرها جاية منين وكلنا عارفين مين اللي بيصرب الأخبار ومين اللي بيحاول زعزعة الاستقرار في ناد الأهلي مع كامل الاحترام احنا بنتكلم وننتقد بأدب بننتقد دايما بحب عمرنا ما هنتكلم على حد بطريقة مش كويسة ولعمرنا هنخبط في حد بطريقة لا طريق بإسم الناد الأهلي الناد الأهلي معلمنا أن احنا نكون عندنا أخلاق وأدب مش بس فيه الملعب أو مش فيه المنافسات كرة القدم لا ده في كل شيء إحنا مرتبطين به بالناد الأهلي فمع كامل الاحترام للكل احنا عارفين الأخبار دي كلها مصادرها إيه وعارفين الهدف من وراء الأخبار علشان الفتن اللي هكون موجودة خلال الفترة اللي جاي عشان جمهور أهلي ينقسم عشان العيبة تنقسم علشان قاطر الإدارة علشان 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 لكن احنا كلنا منظومة واحدة إيد واحدة عائلة الأهلي اللي لا يمكن حد أبدا يعرف يفرق ما بينها اللي ما حدش يعرف أبدا أنه هو يثير فتن ولا حتى يقول أي أخبار يعني وهي ما لهاش أي أساس من الصحة مش موجودة أصلا لكن كلها بهدف زعزعة الاستقرار أخيرا من ضمن المواضيع اللي كنت عايز أتكلم عليها واللي عايز برضو يعني أنا هتكلم مع جمهور الإسماعيلي مع فريق الإسماعيلي أو على فريق الإسماعيلي نادي الإسماعيلي واحد من أكبر الأندية المصريلة موجودة في مصر ويوجد علاقة طيبة ما بين نادي الأهلي ونادي الإسماعيلي وكلنا شفنا نادي الأهلي لما بيعوز يتعاقد مع لعيبة من نادي الإسماعيلي دايما بيخبط على باب الإدارة ويقولون لو سمحتم أنا عايز أتعاقد مع فلان الفلاني زي ما حصل مع لعيبة قبل كده زي ما حصل مع الكابتن عمد النحاس مع الكابتن إسلام الشاطر حتى لو راح نادي قبل ما ينتقل إلى النادي الأهلي لكن أنا بتكلم على لعبة اللي عبت في نادي الإسماعيلي زي الكابتن شريف عبد الفضيل زي كابتن محمد براكات لكنه احترف في الخليج وانتقل للأهلي من خلال الخليج كابتن خالد بيبو في لعبة كتير قوي انتقلت إلى النادي الأهلي من خلال الإسماعيلي مباشرة لكن أنا بقول لها حضر لكم اللعبة بشكل عام اللي كانت بتلعب في نادي الإسماعيلي لكن كلنا اتفاجئنا أن النادي الأهلي بيحاول أنه هو يتعاقد مع العيبة وأنه هو بيكلم لعيبة دايركت علشان يتعاقد معهم من صفوف نادي الإسماعيلي طيب أنت دلوقتي مدير فني ومعرفتش تعمل حاك أحمد فتحي ومش عارف تعمل حاك طيب عايز تعمل يا عايز تخش على الإسماعيلي وتعمل وقيعة وتعمل فتنة بالأهل والإسماعيلي مش هيحصل نادي الإسماعيلي نادي كبار جدا نادي الإسماعيلي عارف وجمهور الإسماعيلي عارف إن الأهلي لما بيكون عايز لعيب من الإسماعيلي بيخبط على الباب ويقول لهم أنا عايز لعيب ونادي الإسماعيلي لما بيكون عايز لعيب من نادي الأهلي بيخبط على الأهلي ويقول لهم أنا عايز لعيب فلان وبالتالي زي ما بقول لحضاراتكم صعب جدا 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 لأن يحصل فتنة ووقيع ما بين الأهلي أو أي جمهور في مصر نادي الأهلي واضح وصريح لا بيلف ولا بيدور نادي الأهلي موقف واضح جدا 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 نادي الأهلي نادي كبير نادي محترم نادي يحترم عقود اللعيبة الأخرى نادي الأهلي نادي يحترم الأندية ورؤساء الأندية وتعاقدات الأندية نادي الأهلي لو بنتكلم أكيد أي حد يتمنى أنه ينضم للنادي الأهلي لكن نادي الأهلي لما بيكون عادي تتعاقد مع العيب بيكون في النور بيكون بصفة رسمية بيكون بصفة تكبر من النادي الأهلي ويقبر من النادي الأخر وتكبر من اللاعب نادي الأهلي اللي ما بيجي يشتري بيشتري لعيب مقوماته الفنية والأخلاقية تتناسب مع قيمته الكبيرة جدا جدا فدول كانوا ثلاث مواضيع زي ما بقول لحضراتكم كانوا مهمين جدا ما فيش مدير فني خالص حاليا في الفترة الحالية نادي الأهلي بعد نهاية الموسم الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل من خلال مجلس الإدارة من خلال أعضاء مجلس الإدارة كابتل محمود الخطيب المسؤولة الأول والأخير عن لعبة كرة القدم في النادي الأهلي بما أنه يعني هي دي مهمته هو ده الشيء المكلف به بجانب أشياء تانية أخرى لكن باتكلم على كرة القدم اللي أنا بتكلم عليها مفيش مدير فني مدير الأهلي لا يتعامل أبدا بالقطع يتعامل بالموسم ونادي الأهلي وأحمد فتحي أحمد فتحي عقده هينتهي في الموسم القادم وأحمد فتحي مجدد سنتين للنادي الأهلي أحمد فتحي مش بيتكلم في فلوس أحمد فتحي مش بيتكلم أنه عايز يمشي من نادي الأهلي أحمد فاتحي زي ما يقول لحضراتكم هيختم حياته في النادي الأهلي أيا كان إيه اللي هيتقال أيا كان إيه اللي هيكتب أيا كان أيا كان إحنا عارفين كل حاجة مصدرها فين وخلي اللي يتكلم يتكلم إحنا زي ما يقول لحضراتكم إحنا بنتكلم وقت ما نكون عايزين نتكلم وقت ما نكون عايزين نوضح شيء لرأي العام وعلى جمهور الأهلي اللي هو الجدع المحترم اللي بيحب النادي الأهلي دايما هيوقف على قلب رجل واحد وإيده في إيد بعض علشان خاطر نتوق بالبطولة رقم 41 إن شاء الله في بطولة الدوري العام وأيضا جمهور الإسماعيلي ونادي الإسماعيلي أبدا مش هيحصل إثارة فتنة ما بين الجمهور الأهلي والجمهور الإسماعيلي علشان خاطر ناخد بقى لعيبة ونتبادل لعيبة مع بعض والكلام ده كله والكلام ده عالي تماما من الصحة ناس بتكون عايزة تعمل فتنة ناس بتكون عايزة تاخد ترافك والناس يخشوا على الخبر يعني يجيبوا ترافك أو يجيبوا نسب قراءة كثيرة جدا ونفس الوقت الفيسبوك بقى والشيرين والإعلانات والبوستين بتاعة البوست والحاجات اللي أنا عارفينها دي لكن زباب الله حضراتكم كل ده عالي تماما من الصحة ومفيش حاجة من الكلام اللي بتتقال دي خالص